نبدأ به أكرم أكرم توفيق أكرم يعني أكرم استنساخ كولر للعيب بنفس المواصفات ونفس الأداء اللي كان بيقديه مران عطية طوال الفترة الأخيرة مع نادي الأهلي وإنه إزاي طلع الطاقة الإيجابية دي من أكرم توفيق في مركز 6 وإنه يستجل لعب عند البار وعند الطاقة دي كلها في شخص أكرم توفيق أنا شاف واحد من نجومه وراه اللي لم يكن هو نجم المباراة الأساسي سواء على المستوى الدفاعي أو حتى في التكملة الهجمية اللي كنت شايف أنه عنده جرأة خاصة في الشرط الأول وفي الشرط الثاني لا شفت شكل مختلف لأكرم توفيق وممكن اللقطة اللي شالها من على خط المرمى اللي كانت نقطة التحول للنادي الأهلي في المباراة كرة دي لو كان جاجون الدنيا كلها كانت تتغير بالنسبة لمرس الكولر آه هم قدروا أنهما يسجلوا لكن كان من هندبول لكن أكرم توفيق هو واحد من أبرز اللعبين اللي يستغلوه من النهاردة مرس الكولر راجل جيمي بعيد قوي كولر زاكي أنه هو يتعامل مع أكرم بالشكل ده أنه هو يحطه في المنشاط الأخيرة سواء في المباراة اللي فاتت أو المباراة بتاعت مازين بالنهاردة وأنه يستغل الطاقة اللي عنده أكرم في الحتة دي اللي هو كنت أنا وجيمي بديتكلم أنه طول فترة الناشئين سواء في أمبي أو حتى لما يجي نادي الأهلي هو ده مكانه مركز ستة اللي هو بيقدر يتحرك ويغطي مساحات الملعب عنده باور كبير عنده طاقة كبيرة يقدر لأنه يغطي لك أكبر كم من مساحات الملعب حتة البلوك اللي مش موجودة في أكلب العبل اللي موجودة في وسط ملعب النادي الأهلي هو بيقدر بشكل جيد وكان معانا حتى اللقطاب بتاعته لو جبناها واحدة وإنما أننا أ 그렇죠 يمكن لو تكلم عن أكرم في مشاهد كل مشهد هو بطل فيه بداةً في الكورة اللي كان بيقطعه في نص ملعب البلوكات وكان بتتحول بهجمات للنادي الأهلي في تحولاته لجومية أو حتى الكورة اللي كان امراضة من شوية في ممكن الكورة دي في القطع اللي قطعها أقرم في اللقطة دي ممكن يتحولت بعد كده الهجمة نادي الأهلي كانت هجمة خطيرة جدا في الكورة اللي بعدها هتلاقيه برضو بيقطع كورة أخطر لفريق مازينبي على حدود منطقة الجزاء فكل الكورات اللي بيشترك فيها أكرم توفيق بالذات في عملية البلوك اللي بيقوم بيها في وسط ملعب النادي الأهلي بتدي دايما الأفضل لنادي الأهلي في استرجاع عملية الكورة ويتممكن النهاردة واحد من أبرز اللعبين اللي عادوا كورة لنادي الأهلي شايف النهاردة كولر زكاءه وأنه هو يقدر متفوق على فرقه بحجم مازينبي كان أكرم توفيق واحد من العناصر اللي هو استغلها وأنه هو كان متفوق على مازينبي من خلال أكرم توفيق عظيم